بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات يحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين والعنة الله على عدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم صدق الله العلي العظيم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالكم وزياراتكم وأن توفقوا لما فيه الخير والصلاح وأن ترجعوا إلى أوطانكم سالمين إلى سالمين ببركة الصلاة على محمد وآله الطاهرين الله سبحانه وتعالى خلق موجودات كثيرة لا تعد ولا تحصى والموجودات التي حباها الله سبحانه وتعالى بالحياة أيضا لا تعد ولا تحصى في بعض الإحصائيات العلمية أن هناك أكثر من ستة ملايين نوع من الحيوانات والحشرات تعيش على وجه الأرض أكثر من ستة ملايين لحد الآن مكتشف نوع وليس أشخاص نوع الإنسان أحد هذه الأنواع والموجودات التي لم تكتشف لعله أكثر من هذا المقدار والموجودات التي هي من سنخ آخر هذه الموجودات هي موجودات ذات أجسام كثيفة بحيث أنه يمكن أن يشعر بها الإنسان بحواسه هناك موجودات خلقها الله سبحانه وتعالى هذه أجسامها لطيفة بحيث أنه لا يمكن أن يشعر الإنسان بها بحواسه مثل الجن والملائكة وأرواح الناس حتى الأموات في الأحاديث الشريفة الإنسان عندما يموت تنفصل روحه من هذه الجسم وهذه الجسم تتحلل ترجع إلى الأرض منها خلقناكم وفيها نعيدكم والله سبحانه وتعالى يجعل روح الإنسان في جسم لطيف بحيث أنه لا نشعر بذلك الجسم اللطيف بل أحياء عند ربهم يرزقون في آية ولكن لا تشعرون الإنسان لا يشعر بحياتهم يرى هذا الميت مات ودفن ثم تحول إلى عظام ثم إلى تراب ولكن روحه في جسم مثالي لطيف لا نشعر بها نحن ونحن أحياء وفي ذلك الجسم المثالي اللطيف يأكلون ويشربون ويتنعمون إذا كانوا من المؤمنين وإذا كانوا من الفساق الكفرة فيعذبون وإذا كانوا من المستضعفين حسب الأحاديث الشريفة يلهى عنهم يعني يتركون كالنائم إلى يوم القيامة فإذا صار يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يجمع أجزاء أجسام الناس المتحللة مرة أخرى ترجع هذه الأجسام كما كانت وترجع الروح إليها فهناك يكون الجزاء الأوفى هناك المقصود أن الله سبحانه وتعالى خلق من الموجودات ما لا يعد ولا يحصى نشعر ببعضها ولا نشعر بالبعض الآخر من هذه الموجودات الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان وجعله أفضل المخلوقات لماذا؟ هل كرمه بجسمه سائر الحيوانات أيضا لها أجسام هل كرمه بجماله؟ كلا لعل الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان جميل وصوركم فأحسن صوركم ولكن هذا ليس هو سبب تكريم الإنسان الإنسان كرم لأن الله سبحانه وتعالى أعطاه العقل ولم يعطي لسائر المخلوقات غير الملائكة والجن العقل ولأنه كرمه بالعقل الله سبحانه وتعالى أمر الإنسان بأمور تناسب هذا العقل يعني شوفوا الحيوان لأنه لا عقل له ضمن حدود عندما يعمل لا يلام على عمله المجنون إذا عمل عملا لا يعاتب على عمله ولو كان هذا العمل عمل غير مناسب غير صحيح إذا الطفل الصغير الذي لا يشعر أو ليس له عقل إذا عمل عمل لا يلام على ذلك العمل كثير من الأحيان واحد يشوف الأطفال الصغار يكسرون الآنية والزجاجات ويوصخون البيئة يخربون كذا 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 لا يلام على فعلته هذه لماذا لأنه لا عقل له أو عقل قليل بحيث أنه لا يدرك قبح هذه الأمور لكن إذا صار عنده عقل يتوقع منه أكثر من هذا وكلما ازداد العقل يكون التوقع أكثر يعني مثل ما مثلنا بعض الأحيان من طفل صغير حركة تستطاب وتستملح لكن نفس الحركة من الإنسان الكبير قبيحة لماذا لأن ذاك بمقدار ما أعطاه الله من العقل القليل يعمل هذا العمل لهذا عمل يكون بمناسب حالة لطيف لكن الإنسان اللي عقل أكثر لا يتوقع منه ذلك ولذلك في الحديث الشريف حسب المنقول حسنات الأبرار سيئات المقربين مو معنى أن هذا العمل هو سيء بمعنى أنه يتوقع من المقرب أكثر من ذلك إذا واحد فقير تصدق بتمرة واحدة هذا حسن لكن إذا ثري إذا تصدق بتمرة واحدة لا يستطاب منه بل قد يستقبح منه يقال له أنت تتمكن من أن تفعل أكثر من هذا المقدار فلماذا اقتصرت بهذا المقدار القليل أكو في حديث شريف أن رسول الله صلى الله عليه وآله حسب المنقول كان جالس في المسجد أو في مكان آخر لعله في المسجد كان يجمع التبرعات لإحدى الغزوات حتى يحمل المسلمين على الجهات إذا واحد ثري هو عند فرس عنده وعند رمح سيف يأتي ولكن كثير منهم كانوا فقراء فالرسول صلى الله عليه وآله كان يحملهم وبعضهم ما كان يصل شيء له من رسول الله باعتبار عدم وجود المال فكان يرجع وعينه تفيض من الدمع كما في الآية الشريفة فكان يجمع تبرعات فإجاء رجل تبرع بدينار والآخر تبرع بمئة والثالث تبرع بألف قال رسول الله صلى الله عليه وآله إنهم في الأجر سواء يتساون في الأجر قل له يا رسول الله هذا الدينار ذاك ألف دينار ألف ضعف تبرع فشنو كان الرسول جواب؟ ما معناه أن ذاك اللي تبرع بدينار كان هذا طاقته وذاك اللي تبرع بألف كان طاقته الألف فهذا تبرع بما يتمكن وذاك تبرع بما يتمكن إذا واحد هو من المقربين عمل عمل هذا العمل يعتبر سيء باعتبار أنه يطلب مننا أكثر من ذلك نفس هذا العمل من الأبرار يكون حسنة ومن الناس اللي هم دون الأبرار يكون فوق الحسنة لأنه كل واحد بمقدار ما آتاه الله سبحانه وتعالى أكو في حديث شريف أن ملك من الملائكة كان مقربا ومن الملائكة المقربين هذا خطر في بالة في يوم من الأيام هل فوق الله شيء أو ليس بشيء الله سبحانه وتعالى وجوده يختلف عن وجودنا إحنا أجسام الله سبحانه وتعالى مجرد من المادة يعني ليس جسما ماديا ليس له حدود إحنا إلا حدود علمنا محدود قدرتنا محدودة وجودنا محدود الله سبحانه وتعالى قدرته علمه وجوده ليس لها حد ما إلى حدود ما إلى نهاية نحن كل شيء فينا له نهاية المخلوق هذه من صفاته الله سبحانه وتعالى ليس فيه شيء فيه نهاية الله مو في المكان إحنا في مكان لأن أجسام الجسم يحتاج له إلى حيز الله سبحانه وتعالى هو خالق المكان ولا يعقل أن يكون المخلوق اللي هو المكان يحيط بالله سبحانه وتعالى المخلوق لا يحيطه بالخالق بل بالعكس الله سبحانه وتعالى يحيطه بكل شيء علما وقدرة فهذا خطر في باله أنه هل فوق الله شيء زين خطر في باله الله سبحانه وتعالى عاقبه فإذا واحد من عندنا يخطر في باله هالشكل خطوة وهكذا فكرة هكذا فكرة إذا تخطر في باله الله سبحانه وتعالى لا يحاسب الإنسان ولا يعاقبه على هذه الفكرة في حديث الرافع عندنا الله سبحانه وتعالى من على أمة محمد صلى الله عليه وآله بأن رافع عنهم تسعة أشياء الرسول يقول رفع عن أمة تسع من جملتها والوسوسة في الخلق يعني إذا واحد خطر في باله مثلا منه قال بأن العالم له خالق منه قال الله موجود مثلا منه قال كذا خطر في باله بعض الأحيان الشيطان يهجم على الإنسان يسوي له وسوسه يوسوسه في صدور الناس بعض الأحيان هم الشياطين في مجموعات يتحركون فإذا وصلوا إلى إنسان مؤمن يهجمون عليه بعض الأحيان الإنسان في لحظة يشعر بأنه حالة بدلت فكرة تغير الآية القرآنية تقول إذا مسهم طائف من الشيطان يعني جوقات مجموعات من الشياطين يطوفون هكذا هذه مرفوعة عن هذه الأمة على كل حال وعدة أمور رفع ما أكره عليه ما لا يعلمون الخطأ النسيان كذا رفع من الأمة من جملتها الوسوسة في الخلق لكن هذا شيء ممرفوع من الملائكة المقربين ليش؟ لأنه إحنا لعله مثلا هذه الحالات تعرض لنا بس الملك المقرب هو معصوم المفروض أنه لا تعرضه هذه هكذا حالة هي مو محرمة بس متناسب شأنه فالله سبحانه وتعالى غضب عليه فأنزل من مقامه وبعد ذلك في حديث مفصل ببركة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى غفر له وأرجعه إلى مكانه هذا طبعا غير فطرس هذا ملك آخر على العموم المقصود أنه يمكن يكون فعل من إنسان زين لأنه بمقدار عقله بمقدار إمكاناته بمقدار ما آته الله نفس العمل من إنسان آخر يعتبر قبيح لماذا؟ لأنه دون ما آتاه الله سبحانه وتعالى يتوقع منه أكثر من ذلك الرسول صلى الله عليه وآله معصوم الأئمة معصومون الرسول صلى الله عليه وآله كان أعبد الناس وأكثر الناس خوفا من الله سبحانه وتعالى فقيل رسول الله أن الله سبحانه وتعالى غفر ما تقدم من ذنبك وما تأخر فلماذا هذه العبادة وهذه الصلاة وهذا الاستغفار كل يوم فقال ألا أكون عبدا شكورا؟ يعني هي العبادة فقط لأنفد واحد مثلا حتى لا يسجل في سجل أعماله أنه ذنب الله سبحانه وتعالى أعطانا هذه النعم الكثيرة ألا ينبغي ألا يجب للإنسان على الإنسان أن يشكر هذه النعمة وكلما الإنسان كان مدارك أكثر درك أكثر علم أكثر فهم أكثر يشعر بعظم هذه النعمة ولذا الآية الشريفة تقول إنما يخشى الله من عباده العلماء لماذا؟ لأن كلما العلم يكون أكثر الشعور والإحساس عظم هذه النعمة يكون بالنسبة للإنسان أكثر فلذا يخشى من الله سبحانه وتعالى أكثر الخشية يعني الخوف في القلب الذي يظهر على جوارح الإنسان على كل حال فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى ميز الإنسان عن بقية الحيوانات بالعاقل ولذلك المتوقع من الإنسان غير المتوقع من الحيوانات البهيمة همها علفها واحد يلوم البهيمة أنها لماذا همها علفها لا لأن هي بمقدار ما أعطاها الله سبحانه وتعالى تعمل ضمن ذلك الموازين لكن الإنسان لازم ليكون مثل البهيمة المربوطة أو المرسلة همها كما يقول أمير المؤمن عليه الصلاة والسلام علفها أو همها تقممها يعني تأكل من القمامة ليكون هدف الإنسان ذلك لأن له العقل فلذلك الإنسان الله سبحانه وتعالى كرمه حباه بهذا العقل مقابل هذا العقل للإنسان عنده ينبغي عليها أن يكون بالمستوى اللائق هذا من طرف من طرف آخر هناك أعداء للإنسان لأنه الامتحان يقتضي أن يكون هناك صعوبة وإلا إذا الأمر يكون فيه سهولة هذا مو امتحان يعني هل يمتحن الإنسان بأكل الطعام اللذيذ لا هذا مو امتحان هل يمتحن الإنسان بفعل يرغب فيه نقول نمتحنك بأن أنت هاليوم لا تدرس وإنما تجلس أمام التلفاز وتشاهد مسابقة كرة القدم مثلا هذا امتحان إليك يمتحن الشباب بهذا الامتحان لا يمتحن لأنه هذا يرغب إليه وإنما الامتحان يكون فيه شنو فيما لا يرغب إليه الإنسان وفيما فيه الصعوبة هنا يكون الامتحان بعض الأحيان الناس يسعلون أنه الحكم الفلاني لماذا الله سبحانه وتعالى جعله طبعا ماكو حكم إلا وله حكمة قد نشعر بتلك الحكمة وقد لا نشعر بها قد نعرف تلك الحكمة وقد لا نعرف بها المعلوماتنا إحنا قليلة وما أوتيتم من العلم إلا قليلة بعض الأحيان الأمر للامتحان إبراهيم عليه السلام يذبح ابن إسماعي لماذا؟ امتحان أو بعض الأمور الله سبحانه وتعالى حرمها على الإنسان لماذا؟ للامتحان الله سبحانه وتعالى في الأحاديث الشريفة الكثيرة حرم المعازف الغناء الغناء محرم المعازف يعني الموسيقى محرمة الله سبحانه وتعالى حرمها على الإنسان زيان طبعا طبيعة الإنسان ترغب الغناء صوت جميل المعازف أصوات جميلة تستهوي الإنسان يحبها الإنسان قيل لأحد العلماء أن فلان يقول أني أكره الغناء أصلا فقال يبدو أن هذا الإنسان ذوق فيه خلل لا إحنا نحب الغناء ولكن لأن الله حرمه لا نستمع إليه فلطبيعة الإنسان تميل إلى هذا الأمر زين زين للناس حب الشهوات إلى آخر آية الكريمة واحد يقول أنا أكره المال لا قد يبدو أنه فيه خلل المال الإنسان يحبه لكن يمنع نفسه من الحرام امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى على كل حال المناظر الجميلة الإنسان يحب أن يراها يتمتع برؤيتها بعينه لكن إذا منظر حرمه الله سبحانه وتعالى لا يراه لأن الله حرمه فالامتحان في الأمور الصعبة إذا الإنسان حكم عقله عقله يقول له أن هذا الآمر دقائق ينتهي هذه لذة محدودة تنتهي يعني إذا واحد استمع على الغناء ربع ساعة نص ساعة ساعة إذا رأى المحرم ساعة ربع ساعة نص ساعة ساعتين ينتهي إذا أكل الطعام الحرام ينتهي يعني خلال دقائق ينتهي ولكن تذهب لذته وتبقى تبعته هذا في جانب الأمور المتعلقة بالبدن الله سبحانه وتعالى يمتحن الإنسان ببعض الأمور التي يرغب فيها فيمتحنه لكي الإنسان يرقى إلى مستوى عالي يعني شوفوا طالب الجامعي أو طالب في المدرسة عند وقت الامتحانات يحرم نفسه من النوم من مشاهدة التلفاز من المجالسة مع الأصحاب والذهاب معهم لماذا حتى يطالع يدرس لماذا لن يدرك أن مشاهدة التلفاز أو لعبة كرة القدم أو مثلا الذهاب إلى الكشتب إلى الصحراء كذا صحيح هذه قد تكون أمور محللة ولكن تمنعه من الأهم يضيع مستقبله يحكم عقله يقول أمنع نفسي لدقائق أو لساعات عن هذه الرغبات لكي أحصل على الأهم هذا في جانب ملذات البدم كذلك هناك قسم آخر من الامتحان يرتبط بفكر الإنسان هذا امتحان مرتبط بجوارح الإنسان بصره، سمعه، بشرته، لسانه مثلا وهكذا قسم آخر امتحان يرتبط بفكر الإنسان الله سبحانه وتعالى هو الحق المبين وهذا وجد في فطرة كل إنسان الله جعله الحق في فطرة كل إنسان موجود لكن هناك أهل الضلال يثيرون الشبهات الشيطان يجي يثير شبهات في ذهن الإنسان كثير من الأحيان الناس يسقطون أمام هذه الشبهات بالنسبة إلى مثلا ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى ما يتعلق برسول الله محمد صلى الله عليه وآله بالنسبة إلى الأئمة عليهم الصلاة والسلام بالنسبة إلى أحكام الإسلام بالنسبة إلى الشرائع المقدسة الإنسان يسقط إذا هذا ظهر في أعماله والعياذ بالله فحينئذ يكون على كل حال في مرتبة سيئة جدا بعض الأحيان ما يظهر في حالات الإنسان وإنما فقط يكون في فكر الإنسان هذا يقلل من درجات الإنسان لذا في الأحاديث المتواترة الكثيرة أن الإنسان ينبغي أن يكون في قلبه اليقين واليقين في قلبي وهذا الشيء قليل جدا في الناس لماذا؟ لأنهما مهيئين المقدمات لذلك تجي الشبهات هذه الشبهات تنال كل شيء يعني أنت الآن جالس في بيتك تفتح التلفاز تشوف مئات الفضائيات موجودة يعني فإحصال بارحك تأقرأ يقول في العالم الآن يتوجد 17 ألف فضائية 17 ألف فضائية مزين شبهات في وجود الله سبحانه وتعالى بأن هذا التيار الحادي اللي هو حاكم في عالم اليوم أيضا هذا يثير هذه الشبهات شبهات حول الرسول صلى الله عليه وآله أحد الإخوة قبل أيام نقل يقول خلال 30 سنة الماضية في أمريكا وحدها كتب ما يقارب من عشرة آلاف كتاب ضد رسول الله صلى الله عليه وآله خوفا من الإسلام لأن الإسلام يناسب الفطرة فلذلك هو أسرع والأديان انتشار على رغم كثير من التخريب الذي يخربه أكثر من المسلمون أنفسهم هؤلاء تشويه صورة الإسلام بالتفجيرات والقتل والممارسات السيئة جدا ولكن مع ذلك لأن الإسلام هو دين الله سبحانه وتعالى أسرع الأديان انتشارا فللحد من ذلك يستعملون كل الوسائل من جملتها تشويه صورة الرسول صلى الله عليه وآله تشويه القرآن الكريم القرآن الكريم الآن لقد شبهات موجودة حول القرآن إلى ما لا يعد ولا يحصى طبعا شبهات داحظة باطلة ضعيفة لكن الإنسان إذا كان إلى خواء فكري يتأثر بهذه الشبهات طبيعيا في القرآن الشريف الآية الشريفة تقول مكر الشيطان ضعيف صحيح فالذي ينخدع بالشيطان معناه أنه أضعف من الشيطان شيء واضح على كل حال حول رسول الله صلى الله عليه وآله هذه الشبهات من كل طرف حول القرآن الكريم أيضا كذلك من الشرق إلى الغرب حول القرآن الكريم حول الأئمة عليهم الصلاة والسلام حول الدين حول أحكام الدين حول الصلاة حول الصيام حول كل شيء إذا الإنسان كان ضعيف في اعتقاده ضعيف في مطالعته ضعيف في تأمله في القرآن الكريم والروايات طبعا يتأثر يعني الآن في المجتمع المسلم أكو ناس منحرفون مع أنه آباؤهم أمهاتهم متدينون مع أنهم ربوا في مجتمع ملتزم متدين المحافظة مثل مجتمعاتنا زين شوف ناس منحرفين فكريا لماذا هذا انحرف فكريا لأنه ما قوى عقيدته ما طالع ما قرأ ما فكر ما أعمل عقله ما تأمل ولذلك بأقل شبهة يتأثر حتى إذا ما سمع شبهة الشيطان يجي يوسوس في فكرة وفي قلبه الآية التي تلوناها في أول الكلام الله سبحانه وتعالى يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب يعني أصل الكتاب وأخر متشابهات آيات متشابهة لكن الذي في قلبه زيغ وانحراف يجي يقطع القرآن وينظر إلى هذه الآيات المتشابهة فتشوف أنه يخرج الآية عن مسارها وعن معناها وينحرف انحراف كبير أنت تشوفوا الآن الفكر الوهابي مثلا الذي يتصور نفسه هو حامل التوحيد وفي الواقع هو حامل الشرك أصلا وليس التوحيد ماذا يتصور؟ يتصور أن الله سبحانه وتعالى يجلس على حمار وينزل من السماء السابعة إلى السماء الأولى في ليلة الجمعة مزيلا وهكذا سامعين هالأمور منهم وأنه في يوم القيامة يدخل رجله في جهنم والجهنم تقول قط قط مثلا اكتفيته وهكذا من الخزعبلات اللي هي على كل حال نشأت من سوء الفهم ومن اعمال الفكر الخاطئ والانحراف وأساسه يرجع إلى الابتعاد عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هو أساس كل انحراف بعد الرسول صلى الله عليه وآله ليش يشوف آية يد الله فوق أيديهم فإذن الله إليه زيان آنه ساذ إيديه نانا وين إيد الله فوق إيدي يعني مثلا زيان مع أن الكلام واضح لأي بليغ لأي واحد يعرف اللغة العربية تعطي يد الله فوق أيديهم يعني الله سبحانه وتعالى أقدر من الجميع إذا أنت مهما إلك قدرة فالله سبحانه وتعالى قدرته أكثر منك يعني هذه معاني واضحة لكن الذي في قلبه زيغ يأتي يتبع هذه الكلمات المتشابهة لأن اليد تستعمل في اليد الجارحة وتستعمل في القدرة أيضا وتستعمل في المنة نقول لي عليه يد يعني منة لي عليه زيان فهذه استعمالات مختلفة واستعمالات بليغة فهذا اللافظ يستعمل في معاني مختلفة بالمعنى الحقيقي بالمعنى المجازي بالمعنى البلاغي يستعمل يأخذ الكلمة يخرجها عن مسارها ويحرف المعنى هذه النتيجة شنو هي النتيجة أنه انحراف العقيدة يعني هذا الشخص الوهابي يعبد رب العالمين لا يعبد صنم يعبد صنم خلقه ب فكره هذا المجال ولكن المقصود أنه احنا علينا أن لا نكون كذلك إذا ننتقدهم لنكون مثلهم أعمالنا تكون أعمال صحيحة وأيضا فكرنا هم يكون فكر صحيح الفكر الصحيح أول شيء هو أن الإنسان يعتقد بأن ما يقوله الله سبحانه وتعالى والرسول والأئمة هو الحق ليس فوقه حق هذا أول شيء الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما إذا الإنسان في نفسه شعر بضيق الحرج يعني الضيق إذا شعر بضيق من حكم من الأحكام فهذا إيمانا مكامل في حديث شريف أن أدنى درجات الشرك بالله سبحانه وتعالى أن الإنسان إذا وصل إلى حكم من واجب أو من حرام يخطر في باله لأنه لماذا هذا صار واجب أو لماذا هذا صار حرام زين لو ما كان واجب كان أحسن لو ما كان حرام كان أحسن يخطر في باله هكذا هذا معناه شنو؟ معناه أنه داي يتصور نفسه أفهم من الله سبحانه وتعالى وأعلم من الله سبحانه وتعالى هذه أدنى مراتب الشرك لأنه يتصور نفسه شريك لله فهو يفهم أحسن مما يعلم الله سبحانه وتعالى هذه أدنى درجات الشرك فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما إذا شيء الإنسان علم بأنه هذا هو حكم الله سبحانه وتعالى يسلم له عملا ولا يشعر في نفسه وفي قلبه ضيق من ذلك الأمر ولا حرج منه إذا وصل إلى هذه الدرجة فهو إيمان كامل إذا ما وصل إلى هذه الدرجة يعني يحتاج إلى تهذيب للنفس أكثر وإلى عمل أكثر وإلى عبادة أكثر وإلى التجاء إلى الله سبحانه وتعالى أكثر لكي يصل إلى هذه الدرجة طبعا في اللحظة الأولى الإنسان ما يوصل إلى هذه الدرجة يحتاج إلى إلى مثابرة يحتاج إلى جهد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا الله سبحانه وتعالى أيضا يهيئ بشرط أن الإنسان هو يبدأ بالخطوة الأولى يبدأ الخطوة الأولى الله سبحانه وتعالى يكملها لكن إذا ما بدأ الخطوة الأولى من الطبيعي أن الله سبحانه وتعالى لا ينصر لأن الله يقول إن تنصروا الله ينصركم فعلى كل حال إحنا لازم نهذب أعمالنا أولا ونهذب فكرنا وطريقة فكرنا واعتقادنا ثانيا لكي نكون على المسار الصحيح هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات تحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر